بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة ان شاء الله هنكلم على او هنتعرف ازاي نرسم axis of symmetry of a line segment زي ما احنا شايفين دلوقتي في اكزامبل قدامنا يا جماعة بيقول لي ايه by using your geometric instruments draw line segment a b where a b equal 8 centimeter and draw the axis of symmetry of a b من هو الaxis of symmetry بيقوله لي هو الperpendicular bisector of it يعني هو عبارة بالنسبة لي عن straight line بيكون بيربنديكولر على line segment a b at its middle في النص بتاعها بالزبط bisector معناه ان هو جاي في النص ورسم line a بيربنديكول axis of symmetry هنشوف دلوقتي ازاي نرسم هو حدد لنا كده في السؤال ان الاب equal 8 centimeter فهاجه اعمل كده هجيب الرولر بتاعتي وابدأ ارسم line طوله تحديدا كام 8 زي ما هو محدد في السؤال اهو بالنسبة لي انا رسمت line طوله قدي يا جماعة 8 centimeter طيب نيجي بعد كده هنعمل ايه عشان ارسم الاكسيز اللي هنيجي نمسك الكمبس بتاعنا اول حاجه الكمبس هو قدامي هو هقف مرضى عند ال ايه البوينت الاولى زي ما احنا وقفين كده بالزبط ملاحظين انا وقف كده بالزبط عند ال ايه معايا كده وهاجي انا بفتح الكمبس اي فتح اكبر من النص يعني مثلا هو مديني line segment 8 سنتيمتر ممكن افتحه 5 افتحه 6 افتحه 8 سوري 7 اي حاجه تكون اعلى من النص ايه اكبر من النص طيب نيجي نشوف مثلا انا فتحته فتحة 7 مثلا او فتحته 6 مهم يكون اكبر من النص طيب هاجي دلوقتي همسك الكمبس انا واقف فين عند الطرف الاولاني اللي هو مثلا ايه تمام وهاجي خدوا لكم لازم يكون واقف ايه بالزبط كده عندي ال ايه وهبدأ ارسم اارك ادي هنا ايه اارك كبير كده اارك اللي هو القوس ده اسمه عندنا اارك بعد كده بكمل انا رسمت اارك فوق الاين وهكمل ارسم واحد ايه تحت ايه كده هو بالشكل ده كده انا رسمت ايه اارك فوق اارك ايه تحت دلوقتي بقف عند انا كنت واقف هنا خلاص عند البوينت الاولى هنيجي هنقف النحية التانية عند ال اثر بوينت يا جماعة بنفس الفتحة بالزبط يعني انت كنت تفتحها 5 تخليها 5 فتحها 6 خليها 6 يبقى نفس الفتحة بالزبط وهنرسم الارك من ناحية التانية كان معتاز زي ما رسمنا كده يا جماعة بص انا بطلع كده هنا فوق الاين انا مرة وقفت عندي الايه ومرة هقف عندي البيه هاجي هبدأ ارسم كمان اارك اهو واحد فوق الاين وهكمل نفس الفتحة بالزبط نفس الفتحة يا جماعة وهرسم كمان اارك كده انا رسمت 2 arcs فوق و 2 arcs تحت النفس الفتحة بالزبط هاجي بعد كده بمسك الرولر بتاعتي ماشي بس مع ملاحظة حاجة يعني احنا مثلا ال line ده كان اسمه ادي هنا A و ادي هنا B همسك الرولر بتاعتي و اقف كده قبل ما احدد خدوا بالكم معايا من حاجة انا دلوقتي حصل ادي البوينت الاولى و ادي البوينت التاني اللي حصل عندها ال intersection هاجي امسك الرولر بتاعتي كده واقف بالزبط على ال intersection اللي احنا عملناه يا جماعة برسمه زي ما احنا ايه هنشوف دلوقتي احنا برسم straight line بمر بال intersection اللي احنا ايه عملناه طبعا ده بالنسبة لي straight line اللي باللون الاحمر ده ده اسمه عندنا axis of symmetry بنعرف ازي اللي احنا نرسمينه مزبوط بنلاحظ ان هو bisect AB و في نفس الوقت بيكون ايه يا جماعة perpendicular بنلاحظ حاجة مهمة جدا في السؤال دايما بيقول لي don't remove arcs يعني الاركس اللي انت عملتك دي ما تمسحهاش مش تقول بقى ان خلاص رسمته فامسح الاركس دي لأ سيبها زي ما هي تمام؟ شكرا لكم ويلقاء فيديو اخر ان شاء الله اشتركوا في القناة